موسيقى موسيقى وانا اكون واحد متسابقين وبعدين رح اكون انا اسأل وهو يكون واحد متسابقين او وهكذا ونشوف ردت فعل الناس على الاسئلة الاستفزازية اللي مش شرط تكون اجاباتها صحيحة ولكن نشوف وين رح نوصل مع الناس في قضية تاريخ اسرائيل وشو بتقولي محمود عن هاي حلقة والآن انا بدل عبدالر محمد الشيطان هنفوت عن الناس ونحكي له مشوية معلومات استفزازية ونشوف ردت فعل الناس انت جاهز تشوف ردت الفعل انا جاهز جدا ثلاث اثنين واحد السلام عليكم سمحنا شوية اسئلة انسى لك اياها انت من اول اخوف انا داخل بعنف داخل بقوة احنا برنامج مسابقات خفيف لطيف اكمل سؤال بس يعني بربحك هذولة شوف شو حقهم واحكي معي ولا يمك ههههه بس من اخذ معك كمان واحد اذا في مجال بدنا حدا يكون مارق من هنا ابو الشباب احمد شارك شارك في مسابقات تفضل اذا فيها ربح حمال ف tile بدك مصاري ههههههه سبحان الله زية زية زيك الي بيجينا بنقسمهم بالنص يلا مش مشكلة ها جينا ماذا يحد الأردن من الغرب؟ إسرائيل إسرائيل تمام طيب هل إحنا بنفطر لمجرد غياب الشمس ولا بنستنى بس أدان المغرب؟ وإحنا لعند أدان المغرب طبعاً بنفطر إحنا وطبعاً كنا وقت الشمس طالع من الساعة سبعة آه بحب آه فضل فضل جسين وكيف وان؟ آه عندك اللي فلات؟ طب السؤال بسؤال منها شي الحال؟ طبعاً؟ آآ لا طبعاً؟ طبعاً الأردن من الشمال إيش في دولة بتحدها؟ الشمال سوريا بالضبع ما الذي يحد الأردن من الشمال؟ ما انتلك بالجغرافيا بعرفهش؟ لا 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 طيب ماشي الحال يا سيدي أعطيني خيارات أول إشي؟ أعطي الإجابة على السريع؟ أعطي أعطيها سوريا يا سيدي الله أكبر إذا ما الله هناك؟ الله يخليك الله يرضى عليك إن شاء الله عليك ومتاز طيب ما الذي يحد الأردن من الغرب؟ من الغرب فالياً إسرائيل إسرائيل طيب بالعواصم كيف أمورك؟ أول إشي بدي أعرف السؤال اللي سألته للأخ هنا أعطي الإجابة لو سمحت أنا سألته ما الذي يحد الأردن من الغرب؟ هو جاء بإسرائيل يعني هاي ما بعرف مني طلعتها أنت إسرائيل؟ فعلياً أنت حدودك من الغرب إسرائيل شو إسرائيل؟ دولة إسرائيل دولة إسرائيل؟ أه دولة إسرائيل في الأمم المتحدة إلها نشيدة إلها علمها إلها منتخبها دولة إلها منتخبها؟ إلها كل إشي أول إشي الدنيا رمضان وكل عام أنت بخير إسرائيل ما في أشي اسمه دولة؟ إسرائيل ما في أشي اسمه دولة؟ في إشي اسمه فلسطين؟ لا تقربج من عندك وبتبل Engineering شو سفير أنت للنوايا الحسن becomes auf the everywhere لأم المتحدة وأم ترفي بدولة إسرائيل والأمم المتحدة فيها عدد دول العالم ومن دول العالم هاي في دولة إسرائيل إن عربي أول إن عربي مصايم كمان مصايم كمان؟ أو بس واقي طيب عاصمة المغرب عاصمة المغرب الرباط ماشي الحال طيب نرجع لك انك جاوبت صحة اول مرة السؤال ما هي عاصمة اسرائيل هي كانت مفروض طلبيب بس لما انا قلوا السفارة عليها باعتبار انها الان القدس القدس عاصمة اسرائيل اه وانه تم نقل السفارة الامريكية عليها في اخر كبير سنة هي رسميا هسا تعتبر هو جوز المراكز الادارية في تل لبيب بس حاليا هي القدس ماشي ما هي عاصمة اسرائيل ما في الها عاصمة اسرائيل ما الها عاصمة ليش عشان هي محتلة لفلسطين اسرائيل محتلة لفلسطين يا سلام طيب وينت دقيت المعلومة هاي اه بعرفها انت بتعرف انت متأكدنا هاي المعلومة يعني متأكد انه اسرائيل محتلة لفلسطين ورح ترجع فلسطين تتحرق إن شاء الله الأردن من الشمال حكالنا إنه سوريا بتحدها تمام؟ الأردن من الغرب اسرائيل يا راقل دولة اسرائيل بتحدها من الغرب شو عاصمة اسرائيل؟ فيش العاصمة اسرائيل عاصمة اسرائيل حت الأبيب ماروف يا جبهاش أثنين يحكو بي غلبك الابيب شو عاصمة اسرائيل أنت بتيحكي أنا بيقول تالأبيب إيش فيها أنت استقلت اسرائيل طيب ما تستقلت إسرائيل هاي توريخ معروفة ما فيش اسم فلسطين عاصمة إسرائيل ما في عاصمة ما في عاصمة إسرائيل ولا إسرائيل نفسها ولا إسرائيل تحب تتفضل تحكي لنا شو إحساسك عن إسرائيل هذا الموضوع ما في إحساس نيعية ما في رأيها إسرائيل سألنا سألنا هاي مسابقة عندك تخذ الجائزة أنت يعني لا لا ثواني ثواني أنا سألت سؤال طبيعي عاصمة الأردن إيش عمان عاصمة إسرائيل عاصمة 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 بس ما تشبك لي لا يوجد عاصمة مويني العاصمة ممكن تعطيني اسم فريق من فرق إسبانيا المشهورة والله هذا سم بدني أنا لا لا إلا سم بدنك طيب مبنى لسم بدنك بس كمّل كمّل أسئلة تاريخ تاريخ أعطينا تاريخ برشلونة برشلونة طيب ممكن فريق مشهور انت حكيت اسرائيل قبل شوية دولة طيب إذا كانت دولة تذكر الإسم فريق منها مكة دي حيفا عندهم فرق طيب نحكي بالتواريخ شو رأيك تاريخ استقلال إسرائيل والله أنا استقلال إسرائيل أني إسرائيل شو استقلال أتحدث دولة فإذا لها دولة يمكن لها تاريخ استقلال شو تاريخ استقلال للدولة اللي بتحكي عنها. وفي لها تاريخين. في تاريخ بيحمل معنيين يعني. في بالنسبة للعرب الخمستاش خمسة هي كانت نكبة. وبنسبة لإسرائيل خمستاش خمسة قيام الدولة. التنية رمضان. التنية رمضان. يمين بالله بلطشق بلا عن الارض اللي طلعت منها. طيب. خلصوا احكولوا انه مقلب لاشنو كل كفة. كلبونة. الله يمسيك بالخير. ما فينش اسرائيل اصلا. احنا هذا اللي قاعد بنوصله الناس. احنا معك برنامج انتقدها. الله ماني مستفز. والله جدا مستفز. معناها كاميرا خفية. احنا برنامج انتقدها قناة اليرموك. ده سألقشال شو رأيك باجاباتهم? الله هو حر باجاباتهم. يعني هالهي اجابات حقيقية ولا ممكن يكون فيه اخطاء الاجابات. لا الاجابات غير حقيقية طبعا. ليش? لانه ما فيش اسمه اسرائيل لانه ما فيش اسمه اسرائيل. وهذا اللي موجود قدامنا ولي بنشوفه كيش ممكن. محتل هذا. هذا محتل. نعم. اصبط الامة المتحدة والها علمها الها نشيدها الها الاعترافها الدولي الها منتخبها القدم مثلا. هي دولة قائمة في النهاية. هو حر? انا لا وافق الرائل. انت لا تتفق معه? ابدا. اه طيب نسأل كمان سؤال. ممكن تذكر لي اسم فريق غياضي مشهور في اسرائيل? مكادي حيفا. مكادي حيفا? اه. ثقافتك واضحة بالوضع هذا الممتاز. ثقافته اسرائيليا مبين? شكله هي. طلعش حواليه هي دوار في النهاية. طلعش حواليك بتكون يعني بهذا الواقع. ايها هون دمدا. لا مستفز جدا يعني انا انسحب. طيب قبل ما تنسحب ممكن بس شغلة اخيرة. شو اللي استفزك? لانه هذا الكلام يعني مش مش صحيح. يا عمي ماشي تاريخ تأسيس اسرائيل. طيب واضح شوالي ساعد كمان? ما لا تاريخي. برضو نفس الاشي. محمي ليش? ايها دولة بنت حلال جنبنا. بوزا. ما دوي. اذا قاعدين باقتلوا كل يوم مرة. باقتلوا الطفل. وباقتلوا رجل. وباقتلوا زلم. وباقتلوا شيخ. هذول اخسارة فيهم يعيش ويزا. طيب يا جماعة هي كانت مش مصابقة رسمية. احنا حبينا بس نستفزكوا شوي بالاسئلة. احنا ما ماشي الحال. اه فالزلمة هذا واضح انه عرق واستفز. يا زلمة انتو هذا موضوع موضوع صعب يعني هذا موضوع لا يناقش. لا يناقش نهائيا. انت مع مين بس. اه اسف اسف اه. موضوع لا يناقش لما تيجي تقول انت. يعني ما اللي بيعترف باسرائيل لا باعترفش فيه. انت ما ترف فيها. يا الله لا. اعترف فيها توقل كتلة. لا. عشان يعني انا واقسم بالله من ما اعترف فيها يا اخوال. واحيات الله من ما اعترف فيها. الله اعطيكم العافية. بس بمن الواحد صاهم ما بيحاول انه. الله انا بالعمدة نصورنا بالصيام. الحمد لله رب الله. اتقبل منك شكرا لك واسفل لازعاجك. الحمد لله رب العالمين. انا يعني قضية من حاول نوصلها للناس. انه ما فيه اش اسم اسرائيل. ترفض فيها الامر المتحدة. الامر المتحدة مين هي? الامر المتحدة عصابة. يخرب بيت شطانك ما انتهلى اي ريء افكرتك انا مفكر باسرائيل. لا اه. صح صح. انا بدنا الناس تعرف انه كالبوني موجود. انا اسف الله انا ما بثور الا للاشي الغلط يعني انا سألك سؤال هون يعني حتى هون انا يعني انا بشكر عن جد اه قناة اليرموك. انه في عندها هون صح. يعني بورجي البني ادم انه زلمة يعني محايد عطرف. يعني لا ضحكي ولا اشي ولا ورجيتني او وصلت لي شيء يعني اللي انا اشك فيك. بس احمد الله انه ديني رمضان وصايم يعني ما بدي افطر. شكرا اليك. الله عزيزيك حبيب. شوفنا اليوم على البرنامج انت قدها بعد الفطور. تطبيع. بتبيع الروح ولكن ما بادئنا منبيع. نهشة مومية دية لتقول لي كمرة خفية. وكل الاردنية حد الفلسطينية. وكل الاردنية حد الفلسطينية. ترجمة نانسي قنقر